لا بد بهذا الاحتفال أن نؤكد على ضرورة التصديق على كافة القوانين التي تعنى بنا وبحقوقنا صدر قانون الطفل الفلسطيني المعدل الجديد ليكون أول تشريع ينظم الحقوق والحريات العامة للطفل الفلسطيني ويحدد واجبات المجتمع والأسرة تجاهها بما يساهم في تنشئته على الوجه الذي يرتقي به لقيادة المجتمع مستقبلا قيادة ناضجة وبناء وكأن القانون ولد من جديد لأن القانون 2004 لم يكن هناك قدرة على تطبيقه وإنفاذه بسبب الثغرات التي كانت موجودة فيه وتناقضه مع القانون الأساسي التي أملى بمجرد صدوره وبإجماع جميع الأطراف التي شاركت فيه أنه لا بد من الدخول بتعديلاته وللأسف فترة زمنية طويلة مضت دون التعديل وهذا بسبب الظرف السياسي التي عم نعيشه في فلسطين وتحديدا للأسف الانقسام وتعطل عمل التشريعي اللي كان بناء عليه الأخ الرئيس معني بأنه يتبين حالة الضرورة بإصدار هذا القانون ويتبين أنه هناك حالة ضرورة لإصدار التعديل هذا التعديل هام جدا للطفل الفلسطيني للأسرة الفلسطينية للمجتمع الفلسطيني بما له علاقة بحماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلة بالجوانب الصحية التعليمية الحمائية أيضا بذل الوضع السياسي معقد جدا مثل الوضع الفلسطيني ومن دوافع إصدار القانون رقم 7 لسنة 2004 هو أن حقوق الأطفال وحمايتهم لا تنبع فقط من كونهم الفئة الأضعف في المجتمع بل لكونهم عماد المستقبل إذ يشكلون الموارد البشرية الضرورية التي ستأخذ على عاتقها تطوير المجتمع وتنميته قانون الطفل والذي كان من المفترض إقراره في العام 2004 حدثت بعض المعيقات التي أدت إلى إتمام عملية إقراره وصدوره حتى عام 2012 من أهمها أن القانون واجه صحوبة في التطبيق الأمر الذي أدى إلى مبادرة العديد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني إلى المطالبة بإجراء بعض التعديلات لمنحه قابلية التطوير والارتقاء بمستوى نظام الطفولة في فلسطين في الضفة والقطاع تأثر إقرار القانون بحالة الانقسام الفلسطيني كباقي القوانين مع العلم أنه تم رفع القانون إلى رئيس الوزراء آنذاك وتم إحالته إلى الجهات المختصة في المربع الأول في بداية العام 2010 بدأ العمل في لقاءات واجتماعات مع ذوي الإختصاص لمراجعة ومناقشة القانون ماليا وإداريا وقانونيا إلى أن رأى النور في العام 2012 وأقر في نهاية العام ترجمة نانسي قنقر